الثقبة الحمرة لليها علاقة بالمفاصل أو كيف؟ آه طبعا لها علاقة بالمفاصل إحنا طبعا هي بتقول إنها بتعاني هي من بعض المشاكل بس هي قفلت طبعا وبنتها بتعاني من مشكلة ده طبعا هي ده حاجة لها علاقة بالمناعة ونوع من الأنوار ومتزمات اللي موجودة بيصيب المفاصل ده البنت آه طبعا هي لازم بتعمل تحليل بشكل دوري وبتعمل فحوصات بشكل دوري وبتاخد العلاج المناسب طبعا ما هي متشخصة فأمورها واضحة ما تقلقاشي بس برضو أنا نصحها بممارسة الرياضة برضو؟ آه ممارسة الرياضة بالنسبة لها لأنها عتقوّل عضلات إن الألم اللي بتيجي في الجسم بتخلي الواحد إنه هو عضلاته بتضعف آه فإحنا عايزين نقاوم ضعف العضلات ده فدايما نقاومه بممارسة الرياضة بس هي ممكن الرياضة اللي نناسبها أكتر هتبقى تقويات للعضلات تمرينات للأماكن المفاصل اللي بتتعبها ولكن ده رياضة ده لازم عند دكتور علاق طبيعي؟ ولا لوحدها؟ يحبس في البداية عند حد علاق طبيعي يحبس في البداية ممكن علاق طبيعي ثم بعد كده حد للتأهيل ثم لوحدها بعد كده يعني احنا دايما نحاول نسهل على الناس نقول لهم ابدأوا علاق طبيعي فترة محدودة ممكن تكمله في مع حد مدرب أو مع جيم أو حاجة بفترة برضو محدودة ثم بعد كده تقدر تمارس أنت حتتعلم التمرينات والتدريبات اللي مفروض تتم والماشي متاح للكل